أهم التوقعات لمشيل حيك للصعودية للأيام المقبلة والعام 2023 الصعودية هتكون ما بين مكياسين أحدهما سلبي وهيجي بتدعيات سلبية على المملكة العربية الصعودية والآخر إيجابي هيجي بتدعيات إيجابية ومفيدة جدا للمملكة العربية الصعودية أتمنى لأول مرة قبل كده ما نبدأ بتشوف قناتي ما تنسوش تفعله زر الجرس علشان يكون أصدقاء ولو عجبكم الفيديو ما تبخلوش باللايك توقعات ميشيل حيك للصعودية باختصار شديد جدا لخصناها في بعض نقاط باختصار شديد كل المناصب العليا في الدولة أو في المملكة العربية الصعودية هتكون تحت إمارة ابن سلمان هيكون هناك تقدم مواضح على صحة الأمير النائم في غيبوبة منذ سنوات في المملكة الأمير النائم منذ سنوات حسب توقعات مش الحقيق هيكون فيه تقدم كبير فيه صحته هيكون فيه نصيب الوليد بن طلال يعني هيكون نصيبه وعكة صحية أو أزمة صحية تجعله يغير روتين حياته بالكامل يعني هيصاب بوعكة صحية هتخليه غير كل نظامه في حياته هيظهر كلا من أسماء الأميرين محمد بن نايف والأمير عبدالعزيز بن فهد على الساحة الصعودية وفيه آل صعود بالكامل سيكون هناك الكثير من الانفتاح اللي تشهده الصعودية في الفترة القادمة هناك أيضا العديد من الخطوات الاستباقية اللي هيتخذها الأمير محمد بن سلمان من أجل العرش خطوات هتكون استباقية غير معتادة هيتخذها الأمير من أجل الحكم والكرسي هيكون هناك صغرة في المملكة هتجعل الإرهاب يستغلها السعودية هتخفل وهيكون عندها صغرة هتجعل الإرهاب يستغلها هيكون هناك دور للسفيرة الصعودية في الولايات المتحدة حيث ستترك هناك بصمتين لها أو للسفارة الصعودية هتصود الرياضي الأجواء المخيفة التي تنتج عنها أو عن سكونها وهدوءها هتشهد المملكة العديد من الأحداث الغريبة والمفاجأة اللي هترعب الكسرين هيكون فيه حاجات غريبة جدا هترعب الناس والكسرين تنحرف الأنظار عن الأحداث في الرياض بحدث مفاجئ ولي عهد جديد في السعودية ويقول فيه ولي عهد هيكون جديد على السعودية حسب توقعات حيث حجر الكعبة سيعبر عن شيء جديد الحزن يكسر زياراته للعائلة المالكة فيروز وفيرزات في السعودية الحزن يكسر زياراته في المملكة العربية السعودية يعني هيكون فيه عدة حالات وفاة في العائلة المالكة محمد بن سلمان بالنسخة الأصلية والمقلدة لق جديد للملك بن سلمان السعودية ستصلي لأكبر رمزها مشايخ السعودية بأزمات متتالية المشايخ في السعودية يكون عندهم أزمات متتالية سلمان العودة ينتظر على نار بن سلمان يوسع إمكانياته نحو الجو يعني الطيران يعني دي كده كانت أهم التوقعات وفيه توقع قالوا طبعا في لترا السنة إن السعودية تكسوها الخضرة السعودية تكون خضراء وده فعلا اللي حصل وشفناه بعد ما قالوا في التوقع يعني في لترا السنة شفناه حصل فعلا فعلا وشفنا السعودية باللون الأخضر زي ما قال مشي الحيك وتكسوها الخضرة وشفنا السعودية بتلبس اللون الأخضر للمرة الأولى ويعني كتير توقعوا ذلك في العام ده بالذات وفجأة كده شفنا السعودية بتتحول لاللون الأخضر وجبال مكة وجبال السعودية كلها باللون الأخضر في ظاهرة غريبة وعجيبة وغير معتادة على المملكة العربية السعودية أهم كانت التوقعات وأبرزها للسعودية بنتمنى الخير كله للسعودية بلدنا الحبيبة أهم بلد عنده كل المسلمين في العالم كله ولكن هو كان يعني أغرب حاجة قالها أن حجر الحجر يعني الحجر الأسود هي يعني يقول حاجة جديدة يعني يظهر حاجة جديدة منه الله أعلم دي هتكون إيه بحث أو حاجة اللونه هيتغير يعني بيقول هو حسب مش الحاجة هيقول حاجة جديدة وبيتوقع أن هيحصل حاجات غريبة زواهر غريبة جدا على المملكة السعودية هتكون مخيفة جدا وهتكون بتحصل للمرة الأولى وزي ما قلنا بيتوقع أن فيه مكياسين هيكونوا في السعودية واحد لصالح السعودية والخير والآخر هيكون عكسه هيكون المكياس الثاني بيدر للأسف السعودية وطبعا بيقول هيكون فيه مزيد من الانفتاح والانفتاح ده هيعمل عواقب غير مردية أو فيه ناس هتيجي تعترض على الانفتاح اللي هيكون موجود في المملكة العربية السعودية الزوار طبعا الغريبة هتطال طبعا زي ما بنقول كده السعودية زي ما طالت غيرها وزي ما طالت الكتير فيه منها بيكون زوار مفتعلة وفيه منها زوار غير مفتعلة الماء كان توقع قبل كده مشي الحيك ان هو خايف من الماء هيغمر عدة دول عربية كان السعودية ليها نصيب من فعلا تحقق توقعه اللي قاله في العام الماضي وتحقق في آخر 2022 وبداية 2023 والسعودية غمرتها المياه بصورة سيول وبصورة كبيرة جدا لدرجة انها بقت آآ انهار وتحولت بعدها السعودية للون الاخضر بسبب اللي حصل آآ ده اللي هي كانت ظاهرة غريبة وعجيبة و جديدة جدا جدا على السعودية نتمنى الخير للجميع واللوطن العربي وللأمة الإسلامية شكرا جدا للجميع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة صورة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا لكم اشتركوا في القناة